بخصوص هل الوضع الآن الموجود في هذه المنطقة هل يمكن أن يؤدي أو أن يدفع الحكومة لكي تقوم بقانون مالية عديلي قانون مالية عديلي حكومة ما كتظنش بأنه كينشي داعي بشيدار قانون مالية عديلي لأن الحمد لله لدينا مجموعة الإكرارات التي تضعها علينا السياق الدولي لأنه يمكن أن تطلب القانون مالية تعديلي مثلاً في سنة 2020 كان خصي تعمل قانون مالية تعديلي أو للحكومة انا ذاك رطاءت بأنها خصي تعملوا لأن المداخل كان فيها مشكل حكم توقف الحركة الاقتصادية الحمد لله لا يرى هذا الوضع نحن عنها ومش كبير التحرك ولكي نتمكن من مواكبة مجموعة من القطاعات ومواكبة مجموعة من السلع للحقيقة التي يعرف العالم اليوم بأنها مرتفعة ومرتفعة جداً والسياق والفصل وغير ذلك منها والجائحة كلها تؤكد بأنه هذه المصارات الله وحده لعلم يعني فين غادي فين غادي توصل إذا الحكومة لا نية لها في أن تقدم قانون مالية تعديلي لأن لماذا نقدم قانون مالية تعديلي لماذا؟ ستقدم قانون مالية تعديلي لكي تقول بأن عواض من شراء القمح الليين بمئة وستين درهم سنشريه بثلاثمية وربعين وراكة تشريه بثلاثمية وربعين لكن تدير قانون مالية تعديلي من يكون عندك مشكلة في المداخل لكي تعود تعيد النظار في مجموعة الاعتبارات التي تدركها في قانون مالية هذا بخصوص